المندوبية تتكلم في بلادنا على 11.5 مليون أسرة هذه أرقام المندوبية سامية التخطيط جوجة المليون أسرة تستفيدوا من التأميل الإجباري على المرض إما موظفون وإما متقاعدون 5 مليون أسرة تستفيدوا إما أجراء وإما متقاعدون من نظام سنسس يشتغلون في القطع الخاص إذا افترضنا جدلا نفترضه جدلا بأنه لأنه يبقى غير 700 ألف ونقول 3.6 3.8 هدوف أمو تضامون بقى 700 ألف نقوله بقى تغير 700 ألف النظام للعاملين غير الأجارة في حوالي 1.8 مليون أسرة بمعنى وخد جمع هذا كل ما ركما تخرج في 18 دائما تخرج في 11.5 مليون أسرة أنا نعود بش هذا شيء يتوضح ويتفهم المندوبية السامية التي تخطيت في بلادنا تتحدث على 11.5 مليون أسرة جوجة المليون أسرة موظفون أو متقاعدون من النظام العام من المنظومة العمومية 5 مليون أسرة في القطاع الخاص إما أجارة وإما متقاعدون شنبقى 3.8 مليون أسرة موجودة في النظام دي الأموة تضامن الآن كتبقى 700 ألف هما الأجارة هما العاملين غير الأجارة هذو اللي في المهل الخاصة اللي الآن حتى هما تعطت لهم الإمكانية دي الولوج لهذا المنظومة الجديدة المتعلقة بالتغطية الصحية هذو العملية منقبنا بها دي أنقلناهم أوتوماتيكيا وخلناهم سنة باش يمشيوا ويتسجلوا في النظام الجديد ديال السجل الاجتماعي الموحد شنو فرزاته فرزات بأن هذا المنظومة الجديدة دخلت لها مليون منخارط جديد مع مرما كانوا يستفيدون من هذا النظام بمعنى أن الاستهداف شنو حقق حقق النجاعة والفعالية ولنو الناس المستحقين هم من يستفيدون من هذه المنظومة إذن ما تقوم به الحكومة الآن في هذا الدعم الاجتماعي وفي هذا المتضامون هو هذا الشيء هذا هو نبني السياسة العمومية ديالنا على الاستحقاق الناس الذين يحتاجون للدعم الاجتماعي الناس الذين يحتاجون للتغطية الصحية المجالية ولكن أي نوع من التغطية الصحية مشيش تغطية الصحية التي تفرز نوعا من التمييز في المجتمع لو شنت عندك الرميد والرميد ينظر إليه واحد من نظره شي شوية دوني لا الآن جميع المواطنين المغاربة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبره كانوا موظفين عندهم المنظومة كانوا أجراء في القطع الخاص راههم عندهم لا سينيسيس كانوا عمال غير أجراء سواء في اللاحون عندهم الإمكانية باش ينخرطوا كانوا ناس لفقراء عندهم المتضامون الذي تؤدي الحكومة مكانهم لكي تبقى الكرامة عند جميع هؤلاء جميعا ميتمشتميز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر